وسط ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية وبين أنصاره فضل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد لدبيبة الرد على قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومته مؤكداً أن هذا البرلمان في طريقه للسقوط ملمحاً بذلك إلى الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول المقبل قرار مجلس النواب أثار كثيراً من الجدل بشأن مصير المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا ولاقى رفضاً من جانب مؤسسات عديدة إذ أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه القرار مؤكداً أنه خطوة باطلة وتخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المبرم في جينيف كما أعلن عماداء 65 بلدية من أصل 116 من بلديات ليبيا رفضهم قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في المقابل يؤكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أن القرار صدر بموافقة 89 من بين 113 نائباً حضروا الجلسة من أصل 188 نائباً يتكون منهم المجلس وهو ما نافاه بعض النواب إذ أكدوا أن عدد من صوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة يبلغ 75 نائباً ما يعني عدم اكتمال النصاب المطلوب لتمرير القرار والبالغ 86 نائباً وبعيداً عن التجاذبات السياسية بين المؤيدين والمعارضين فإن القرار بحسب محللين من شأنه تقييد الحكومة عن ممارسة بعض صلاحياتها دون أن يسقطها عن الحكم إذ نص القرار على استمرارها لتسير الأعمال حتى إجراء الانتخابات ما يعني في رأي البعض أن القرار يأتي لعرقلة الحكومة عن أداء بعض مهامها بما قد يؤثر على اختيارات الليبيين في الانتخابات المقبلة